اشتركوا في القناة دولة الكويت تعزي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وقدم سموه حفظه الله تعزيه ومواساته إلى أصحاب السمو كبار أفراد أسرة آل الصباح الكرام داعيا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرة آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء وأن يوفق صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الخير والنماء لدولة الكويت الشقيقة واستذكر سموه ما قدمه الأمير الراحل طيب الله ثراه من جهود كبيرة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمه لقضايا الأمتين العربية والإسلامية منوها سموه بإسهاماته الإنسانية النبيلة وبمسرته الحافلة بالعطاء والتي كان لها بالغ الأثر في بناء نهضة دولة الكويت الشقيقة وتقدمها وازدهارها وما حققته من مكانة مرموقة على مختلف الأصعدة من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على تعزيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة داعيا المولى القدير أن يجنبهم ومملكة البحرين كل سوء ومكروه وقد حمل صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وقد رافق سموه حفظه الله في زيارته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومع للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان البلكي ومع للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول مع للشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية